أحمد الله رب العالمين أحمد الله ياتو الأولين والآخرين وقيوم السنوات والأراضين ومانا لكيوم الدين الذي أعز إلا في طاعته ولا غنى إلا في رفت قاره ورحمته ولا نعيم إلا في قربه ولا حياة إلا في رماء وأشهر الله إلا إلا الله وحدك لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه من تكلم سمع حقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن نادى فعليه من قلبه وهو أرقف بعباده من الغادلة لولدها قال الله تعالى إن الله بالنازر رؤوف رحيم واشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائبنا وشبيعنا وأهلنا ومعالينا ومعالينا محملا عبد الله ورسوله وصفيده من خلقه وحبيبه نشر بيها ورسوله الله أنك بدوقت الرسالة وديك الأرانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجلوك الظلمة وجلوك الظلمة وجلتك الله أفضل لذهاد حتى أتاك اليقين اللهم صلي وسلم وزوا بارك عليه وعلى آل بيته الطغيرين الطغيرين وعلى صحابته الغور الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحساس إلى اليوم الدين وأرضى اللهم عنا معكم برحبتك يا رحمة الرحيم آبين آبين يا رب العالمين أحمد آبوا حياكم الله جميعا نريدها الأخوة والأحباب طيب الله وجوهكم ونظر الله وجوهكم وتقضر الله مننا ومنكم صالح الأعمال ونسأل الله تعالى أن نكون على حضراتكم من إعداده المبشرين في كده من وصفهم الله تعالى فقال عنهم وفيهم فبشر عباد فبشر عباد فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون للغولة فيتبعوهن أحسن أولئك الذين أهدوهم الله وأولئك هم مروا من الباب إنه تقضر الأكالم ما زلنا وحضراتكم نعيش في رحاب هذا الشهر الجليل الشهر الرجب وهو من الأشر الحرم التي عظم الله قدرها وبين أرضها سبحانه وتعالى في كتاب الهدئين حين قال الله تعالى إن حدة الشهور حدة الله فعشر شعراً في كتاب التي وما خلق السنوات والأرض منها أربع الحرم ذا لي أبين القديم فلا قد غرموا فيهن أنفسكم أيها كتاب الكامل جلس ذاك يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزال الصحابة بك سؤالهم قال لكم عليه الصلاة والسلام أكدتون مدى المفلس؟ أكدتون مدى المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا مدى تنخم الأب ولا مكنع؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويخي وقد شبنا هذا وقال هذا وسبك جمه هذا وأخذ مال هذا فيضع لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فريت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت به في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لله برامان الدخاري وقسم من حديث الصحابي الجريد أبو هريرة رضي الله عنه وراء تخليهوا النبي عليه الصلاة والسلام به وبعد تصلوا على رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم يا سيدة رسول الله يسر الصحابة حتى يقضرهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام إشرعكم من المفلس فقدموا المفلس بالأمور المادية الأمور المحسوس لأنه ما عوش فلوس ومحضوش بيت قال المفلس فينا أو بينا ما ليس لهم بلهم ولا متاع قال لا الأمر مختلف تماما إفلاس من نوع آخر إفلاس الدنيا قد تستدين حتى تعيش قد يثيك الناس بصداقات فتعيش لكن الإفلاس الحقيقي هو يوم القيامة الإفلاس الحقيقي هو يوم القيامة يوم لا ينفع الأجنب كما قال الله فلا يقدم لهم فيعتدمون مفيش إحتي نوع إلا الله قضي الأرض حقوق فقص فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإفلاس الحقيقي لهذا الإنسان الذي ظلم نفسه ضجع جديد صلى وصعم وذكر لكن لسانه أخذ كل هذه الحسنة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ شكما هذا وأخذ فهذا وأخذ مجاله وسفكما هذا فيأخذ هذا من الحسناته وهذا من الحسناته وهذا من الحسناته فإن فليت حسناته ومزلس عليه حقوقنا بد أن تقضى يأخذ بسلياته للذين يتكلم عنهم وتطرح على سيئاته ثم يطرح بهذا المسكين في النار عفنا الله ويقول كنا نعرف ما سعفقه كنا نحن أخذ بسلياته كنا نعرف ما قلنا بسلط أضعنا بالكامل أضعنا بالكامل أضعنا بالكامل قلنا بسلياته رسول الله صلى الله عليه وسلم with a civilian. Same city like that. رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تتيش صحابة. رسول الله عليه الصلاة والسلام used many different tools to teach صحابة. Sometimes he will ask them أتدرون من غير؟ أتدرون من مفس؟ Sometimes he will give an example إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَيَسْفُطُ وَرَقَهَا رسول الله عليه الصلاة والسلام he will grow in the ground. So the Messenger of Allah used many different tools to teach صحابة and teachers. It's the first point. Same. When we talk about today Rasulullah عليه الصلاة والسلام was sitting and was sitting and was sitting. And it asks them to push. Just to teach different teachers. He عليه الصلاة والسلام said Do you know who is a bankrupt? When you're a bankrupt? When you're a bankrupt? When you're a bankrupt? صحابة فيه برقص فيه كوالة برقصة The materials stuff Money out of the software The material is stuff But the Rasulullah صلى الله عليه الصلاة والسلام says صحابة أنصر رسول الله The bankrupt is the one who has no money No part of this That's the one who has no money If the bankrupt is the one who has no money You could see the future That's the same That's the thing that we have no money The bank is the same That's the right That's the right If he has no money So no other problems If he has no money You can make no money That's the right So he said صلى الله عليه وسلم قلت سيدهحت ايدي من المسيس شجعه شكراً وهذا يرامه فهل سيده ويجعله 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 الناس ليست من له والضالح؟ الله تعالى سيجمعه و الله تعالى سيجمع في أسفلzilla لتحسناه سيجمع أسفل طبيبًا هكذا سيجمع في أسفل سيجمع في أسفل العالم الله تعالى سيجمعها منهم المجد الله سوف تجلبه من رجل التالي سنة مجر مرئ لل Index و سنة تمنى ر sweatsمه من زهر . circle 可以 اطبع الذهب اهري Nope ثم الله سلعه uto الله سبحانه وداعه طول ونفسه نصول قص فتصالح قاياه ما لديك أية عندما انت لك أبوك الله تنفر في القص الله تعالى اعتني ومه اعتني اعتني بكل وعلي وعلي ما تقول وعلي ما يقول وعلي ما تقول لن يقول ليس قمي ليس قمي له كل شيء هنا جميعه كل شيء يتعلمونك ك سعيدونك كل شيء ميزم بك حتى اذاً أو إذاً يقوم بالله عندما برغم collaboration وقوم الله تعالى الزوت هذه هي الأية وَلَا وَدْ قَرَقُّ مَنْهِمْ مَنْسَانَ وَنَحْلَةُمْ مَاتُ وَسُمِسُّ بِهِي نَفْسٌ وَنَحِنُ أَقْرَقُوا إِلَيْهِ من حَذِيمٍ الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد. ما يلزر من قول إلا لديه رقيب عثيب. ما يلزر من قول إلا لديه رقيب عثيب. ما ذلك الكرام يتبون ما تلفظه. من خلال الانشاء ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يخسع يا رسول الله فليأكل خيراً أو يسمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الله أصل الحديث. من يؤمن الله تعالى أن يجب أن يقول إنه جيد أو يجب أن يتبقى. سيدنا. السيدات المتحدة. ما يمكن أن يكون لديه رقيب عثيب من كفى بالموضيث من أن يحبث بكل ما سمع بمعنى أيها الحديث؟ ما معنى حرام عليك كفاية ما تشيرش نفسك؟ أكثر مما لا تحتمل أنت عبارة عن ماكروفورم كل ما تسمع حقك اعملت بخار مش منتش فهم غلط صح لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا وعلمنا في جابه الكريم فقال يده الذين آمنوا إن جاءكم إيش؟ فأشعر بناك فستبين ليرطلك أن تصيبوا كوما بجهادته فتصيبوا على ما فعلتم هل بعض الكلام لا يجب أن يحبه؟ المشكلة اللي احنا نعرف لكن ننسب والشيطان يريد هذا يريد أن يوقع بيننا كما قال الله إلا ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم لحداوة والله شيء يحكي للنحن نعرف أنه عدود لنا ورسم عدود ورتيح الشيطان فلذلك يرونك سبحانه وتعالى يخضرنا في هذه الآية من سورة قاس أن حافظ على ما يفرج من ثمك لأنه ما ينفر من قول الجيدة لما يجب رقب نعتيه الله تعالى يجب رقب نعيشه هذه الآية لن تنميشه ليس كذلك نعيشه اما ما نستمر في هذه الآية لكنه لا يوجد نفسها لأنه يجب رقب نعيشه لذلك نعم لكنه يجب أن نقذ لك ما الذي قال الله تعالى قال سبحانه وتعالى أي شيء يرى من أجل أي شيء يقوله هذه الأجلسة تريدون أن تكون لك في حسنة أو أن تكون لك في حسنة لذلك تتكلم على ما يقول تتكلم على ما يقول لأن الله صلى الله عليه وسلم تتكلم على ما يقوله مهم جدا لأن الله سبحانه وتعالى يُقعون يجب أن يقوله و يحفظا مليس و يقوله مهم مَمُسْلُّ لَكَ اللَّهُ عَنَّهُ وَعَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ أَلْمِنَةَ بِيزِي نظر إخوان حديث كفر صلى الله عليه وسلم فرموا عَوِيَا أَنَّنَيْسُ فِيَعَا ست ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاس تصب ثلاثة تصب قِيلَ وَقَالُوا قِيلَ وَقَالُوا وَكَثْرَةُ الْمَالُ وَإِضَاعُهُ وَإِضَاعُهُ الْمَالُ وَكَثْرُهُ السَّقَالُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَةُ لَكُمْ بالحديث قِيلَ وَقَالُوا ما معنى هذا؟ معنى هذا نزل الكلام نزل الكلام فكروا فيه فكروا فيه والله فكروا فيه وأنا بخط أبحرها شوية فكروا فيه والتاني بحرها شوية يوصل الآخر ما شاء الله ومشاك شفا ماذا يحبعون لنا رسول الله عليه وسلم يقول؟ إِنَّ اللَّهَ كَالِهَا لَكُمْ قِيلَ وَقَالِ سِمِعْتِكِ أَتْوَدَكُوا عِندَكِ مَتِتْقِلُوش رسول الله عليه وسلم أَتْوَدَكُوا عِندَكُوا عِندَكِ أَتْوَدَكُوا عِندَكِ مِنْ أَتْوَدَكُوا عِندَكُوا عِندَكِ حسنًا، أنا أردت بعض الناس يقول هذا و هذا و هذا لا لا لا، توقف هذا إذا أردت شيئًا، توقف عنك لا تتوقف عن كل شيء أنت تستمتع لأننا نقوم بإذن الله تعالى في سورة الحجوة ما الله عز وجل أجل أجل تتحدثء، rose he said go in, who believe if anyone came to you with a news do not believe until you are investigated go to the person to ask, bow to you for the news لأنك ستكون الوحيداً مع هذا الشخص فيه، 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 يقول يا رسول الله، ما النجاة، فست الفجنة، فست المشاكل، ما هي النجاة؟ فيقول لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مع صلى الله عليه وسلم سر تقول له لدي ratة صلاة والسلام امام ابق período لذلك göreван من الناسيين sovereignty وريش اعوا elector بgentك وبه Mina lanaً خرق البتك، حافظ على ذاتكم فريد فشر بعدين، وليسع كبير، خديث في بيتك أو الفرس، هدف الفكرة الخبيرة العامة، طبعين، ونشتغل بأن تبكي على فطيئتك، على ما قصرت في حقي الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعبك، عامل لجأنه يا رجي الله وعليك، ليه مانتو رسول الله، ويقالت رسول الله. وقالت رسول الله. ما هي طريقة تجعلني إطلاليكم من الانساء؟ raised by the people of Allah. ثاني ستاك في محاولة ستاك في محاولة في محاولة ثاني ثاني ونحن لك ونسأل الله لك المثال الكثير من الناس في نحن الوقت كل من يعتقد أنه هو سيساعد من المنفى لذلك يحضر هذه المنفى هذا 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 صحابة صلى الله عليه وسلم ستاكد نحن 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 أبو 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 نحن Uno هذا هو كان ستارة اعنالج هذه السيئة سيئة ام سوري فقط ايدي دون أرغب وذي روبران الروسيسات سو بلاد وزووك نورمان عميهت أبو دار سو قرطوا منكم يخصروا منكم يأخلى السوداء سو انسرد زميه وفلاد يس بلاد ضرب السيئة فهو ليس لزيدكم من السيدين أنت أنت منع سبيل مكاناً لكل شيء مكان منه مستوى القرآن لا أردت إنها سبيل إنها ما كله إنها أردت إنها الأردت إنها تحضير إنها تحضير إنها تحضير إنها المستوى إنها السبيل إنها المسلم لا تدرج النوع إذاً تخلق أنت تحضير إنها لي significativa كانت تحضير تحضير فهذا كذلك فهذا كذلك هل تفعل ذلك؟ لأنها أمي أمي سكرر أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يومي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بلادك بي كل الهدف بي وعظم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي أعيّده بأمي أعيّده بأمي يا أبا ذر إنه مرور فيك جاهلين فبكى أبا ذر وندم على ما صنع فوضع خده على الأرض وقال والله لا أرفع خدي من على الأرض حتى لقاه بلال بقدمه الله رب أكبر كذلك رابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سحرة أبو ذر قاله رسول الله رسول الله ولدا سوف ندم رسول الله فبكى أمي هناك وقاله رسول الله تحبكم فهو تحبكمًا. يقول إن صحيحة؟ لا، لا تشعروا بالأمر. لا تشعروا بالأمر. لا تشعروا بشكل صحيح. تحبكم الله تعالى بشكل صحيح. هل يلص هذا وغني باردين. يلص الرسم أنه يعتج منكم عن دينه فسوف يأكد له الخول يحبه ويحبه. ايه يسمى كبولا الناس المجلال على المؤمنين يعمل أخو بذل وطوابا الله تعالى ورنة سورة الميدة ومهو ها بله اذا كنت لا تتحدث لتعلمين الله ستغلقك وإنه ستأخذ لأخر مجل الله أحبهم وإنه ستحققهم ستحققهم لأخر مجلسة من خلال مجلسة أحبهم صحابة فعل ذلك أبو دار فلت وإنه سأخذ في المجلس وإنه سأخذ مجلس سأخذ في مجلسة لأنني قلت شيئاً لك ماذا سأخذ؟ سأخذ نعم الآن الآن نعم لا لا سأخذ أخذ أخذ ماذا سأخذ أن أخذ النسب الله سبحانه نعم 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 هل يمكن أن تخطي الكلام بني سنينئك للحب؟ هو بالضبط التذيذي لأن الله التعالى ينكون بالصحاب الجميع قال الله النبي صلى الله عليه وسلم وَأَيَاكَ تَفْلِ الْمُؤْمَنِينَ وَأَنْ لَتَقْرِيْنَا قُلُوبِهِ لَوَاكَ فَتَقْرَ لَأَكَ تَقْرِيْنَا قُلُوبِهِ هذه الرابطة طرورة الخوة في ذلك سبحانه وتعالى وأنه تفقّر أعبين على عقلية لمنتقوة هذه الرابطة تكون مقطع معاشر في حالاتنا من هذه الرابطة من فكرة للبرزة الله سبحانه وتعالى تقول لنا إنما تتفرون ألاك في كلمة كثيرة ما تتفرون لنا؟ تتفرون لنا 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 ويقوم بثمان على نفسك بالنفس والحباب بالنفس ويقوم بالتحقيق هذا الولايات للغاية كلامك كلامك يقول الله تعالى أن ترى كل ما نفسه ما تقومب الله تعالى لعنبي ما نفسه ما نفسه اللهم أسألني ما فعل موزعني. اللهم أسألني ما فعلتي أدعى. اللهم تعالى لا تدزل و ازراتون. وهو أخرر. المفاجراتية لا تنمي من أجل السيل والأخير والن تحركهم لكم. اللهم أحسن أجل جاسد. سبحانه و ربحانه. لذلك يقول لأسفل الجديد أجلًا من هو الشخص؟ الشخص الذي يأتي في المنزل يتبع 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 لكن السبب هو أنه يتبع فهي وشخص وكذلك 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 فهل للمزل انه يهد وكذلك وعنده وحده ونحن هى الحسنات وشعر وعنده فهي لا تأخذ مفاهو ومنه فاضوه والله 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة